معنا سؤال من الأسئلة اللي وفدت على الصفحة أخت فاضلة بتقول أنا بشتري لحمة وأوزعها في رمضان وفي غير رمضان وكذلك في يوم عرفة وفي الأيام يعني المباركة فبتقول أنا بخرج اللحمة دي وبوزعها بنية الزكاة هل ده بيحتسب من ضمن الزكاة ولا لازم الزكاة تكون فلوس فقط؟ ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فتجد هنا إذا تدبرنا في النص الشريف إنه بيأتي ذكر الفقراء والمساكين في بداية الآية يعني في مطلع الآية وده بيؤكد على أولوية الفقراء والمساكين في إنهم أكتر حد بيستحقوا الزكاة وإن الأصل فيها الأصل في الزكاة إن أنا أحقق كفاية الفقير والمسكين وباقي الأصناف في المعاش بتاعهم زي إيه يعني مثلا زي في المطعم في المشرب في المسكن في التعليم في العلاج وسائر الأمور الخاصة بيهم يعني في سائر أمور حياتهم وده تحقيق لحكمة الزكاة يعني الحكمة التي شرعت من أجلها الزكاة إيه الحكمة الأساسية دي؟ هي سد إن إحنا نسد حاجة المحتاجين وأشار حتى إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى نهاية الحديث اللي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الأصل في الزكاة إنها بتعطى للفقير مالا أنا في الزكاة المال الأصل أدي له مال بحيث إنها الزكاة بتخرج من جنس المال اللي وجبت فيه الزكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبر رضي الله عنه لما بعثوا النبي عيسى والسلام اليمن وبيقوله النظام كيف يكونوا يطلع الزكاة إزاي ويعلمهم إزاي إخراج الزكاة فالنبي عيسى والسلام لما بعث سيدنا معاذ قال له خذ الحب من الحب والشاتة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر طب إيه الحديث والحديث ده أخرجه الأئمة سيدنا أبو داود وابن ماجا في السنن والحاكم في المستدرب إنه ده تيسير خذ الحب من الحب وبعد كيه بيصنف له من كل حاجة الأصل إن الزكاة تطلع لأنه فيه زكاة الأغنام وفيه زكاة خلاف وفيه أنواع من الزكوات فالأصل إنها بتكون من جنسها لكن إذا كان جنس المخرج من الزكاة أحظ للفقراء يعني أوفق لحاجتهم أنفع ليهم أنفع للفقير كان ده أقرب لتحقيق مقصود الزكاة وهو سد احتياج الفقير وده لما هو واضح فيما أخرجه الإمامان البخاري في صحيحة معلقا والبيهقي في سننه بسنده عن طاووس إن سيدنا معز رضي الله عنه قال لأهل المدينة ائتوني بعرض سياب خميص ائتوني بعرض سياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والدرة أهونوا عليكم وخيروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يعني هو خد حاجة مكان حاجة فهمنا إيه؟ الأصل إنك بتطلع الزكاة من جنسها زكاة المال تبقى مال ممكن تبقى حاجة تانية لو كانت الحاجة التانية دي أنفع للفقير زي ما سيدنا معاز تصرف خد الأقمشة والملابس والكلام ده بدل النباتات بدل الشعير وما شبه ذلك فأفاد إنه أخذ من أهل الزكاوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة وعلى ذلك فإذا أريد إعطاء الزكاة على هيئة غذاء يجب إنه يراعى في ذلك ما يحتاجه الفقير إن أنا عاوز مش بطلع على مزاجي أنا لا إذا ده أنفع وأوفق وأفضل للفقير وإن ده فعلا ما يحتاجه الفقير حاجة حقيقية وده مش حيتم إلا عن طريق دراسة احتياجات هذه الأسر الفقيرة لمعرفة إيه لنقصهم من السلع الضرورية المهمة عشان حياتهم لإن مال الزكاة أصلا حق خالص للفقير أنا فلوسي النهار ده وجبت فيها الزكاة الجزء بتاع الزكاة ده ما بقاش بتاعي ده حق خالص للفقير ملكه إنما الصدقاته ليه للفقراء إلا هنا تفيد ملك أصبح ملك لهذه الأصناف المذكورة اللي أولها للفقراء والمساكين إلى نهاية الأصناف المذكورة في الآية فالأصل إنه يعطاها الفقير مالا عشان يشتري بيها اللي هو محتاجه لا والله إذا أنا شاف أنا ممكن أنفعه بكم أكبر أنا عارف مثلا حد يقدر الدين الحاجات بأسعار قاله ومشهر فيه وصلاف أنا أنفعه بلحوم أنفعه بشيء ضرورات مش رفاهيات فأقدر أديله ما يكونه أنفع للفقير وأكثر حظا له وعلى ذلك بيكون توجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاز لما بعثوا اليمن قال لهم خذ الحب من الحب إلى نهاية الحديث بأنه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاز بذلك ده محمول على التيسير لأن ده هو اللي كان متوفر ليهم وأيسر أنهم يطلعوا من جنس الحاجة نفسها لأنه أداء هذه الأجناس على أصحابها كان يعني أسهل وأيسر من غيرها من الأنواع وبناء على التفصيل اللي قلناه قبل كده الأصل أن الزكاة بتخرج من جنس ما وجبت فيه فلو وجبت في الأموال فإنها بتخرج مالا ولا مانع أن أنا أخرج على هيئة مواد غذائية جيدة وضرورية فعلاً يحتاجها الفقراء حاجة حقيقية مش حاجة على هوايا أنا أو حاجة سهلة كده علي أنا لا لا إن إحنا نفرض عليهم أنواع معينة ممكن ما يكونوش فيه احتياج إليها وزي ما قلنا الأمر ده بيحتاج إلى دراسة الفقراء الفئة دي اللي أنا هطلع لها محتاجة إيه حقيقة مش أنا عايزة دي إيه ونسأل الله التوفيق